هايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواطر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وهذه حلقة تتحدث عن شيء مهم عن رفع المعنويات وعن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أتظنون أن تمكين دين الله تبارك تعالى في الأرض يكون بالشيء الهيئ ويكون بالشيء اليسير وتظن أنه عبارة عن بيضة مقشرة وأن الناس لا يفتنون في خلال هذا التمكين ولا يسقط من يسقط ولا يثبت من يثبت إن إخواننا في لحظة فارقة من اللحظات لا أقول في مصر فقط إنما في أغلب البلدان الإسلامية وإن شاء الله تبارك وتعالى إلى خير وأنا متفائل جدا لأن فقتي في الله تبارك وتعالى أزعم أنها كبيرة وأقول بأن الذي سيأتي علينا ليس بأسود وأن الذي سيأتي علينا سيكون خيرا ولا يكون شرا ودعوكم من كلام بعض من يرجفون الناس ويخوفون الناس ويفزعون الناس وينبغي أن تعلموا أن التمكين لدين الله تبارك وتعالى يحتاج إلى ثبات لا يحتاج أن نتحرك وعلينا الذلة وعلينا مهانة وعلينا جبروت انتظروا لأن المعتقلات ستفتح من جديد انتظروا الليالي السوداء انتظروا البلد ستعود إلى الوراء انتظروا ما هذا الكلام وكأن وحيا نزل على فريق من الناس وأخبر الوحي هؤلاء الناس ما الذي سيكون في الغد وما الذي سيكون في مستقبل الناس وما الذي سيحدث للبلد والنظر سودوية قاتمة يجلس الإنسان برمود الكنترول وينتقل من قناة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر هناك من الناس من تعب نفسيا من تحطمت نفسيته هناك من الناس من خارط قواه هناك من الناس من أصبح يرى أحلاما مفزعة هناك من الناس من يعيش في وهم هناك من الناس من يعيش في كابا كل هذا الكلام يا إخواني نتيجة نتيجة لبعدنا عن المنهج الأصيل لهذه الشريعة الربانية حينما مكن للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومكن لأصحابه لم تكن المسألة بالسهلة أشيع على النبي إشعات المشكلة بيشع على المشايخ يعني يشع على إخواننا من الإسلاميين وتشوه صورهم كان أبو لهب يمشي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمه والنبي يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه وأبو لهو يقول هذا ابن أخي مجنون لا تأخذه على كلامي هذا ابن أخي مجنون مش هذا كب يحدث يا إخواني ساحر كاهن شاعر ورهب من أنت عايز تروح تسمع له حيفرق بينك وبين زوجتك وبينك وبين أخيك الحاو دي الفزاعة التي يفزعون بها الناس المهم أنهم يمشون على نفس طريق المخالفين لدعوة الرسل يمشون على نفس منهج أقوام حاربوا الله طبارك وتعالى وحاربوا دين الله طبارك وتعالى لكن العجب الذي أتعجب منه ليس من المخالفين لا أتعجب من مكر اليهود لنا ولا أتعجب من مكر الصلبيين لنا ولا أتعجب من مكر المنافقين والخاونة لنا إنما أتعجب غاية العجب لأقوام آمنوا بالله لأقوام أسلموا لله لأقوام قرأوا سيرة رسول الله لأقوام قرأوا القرآن الكريم وبالرغم من ذلك يرون نظرة سودوية نظرة مظلمة الناس للوراء وسنرجع إلى الوراء وضاعة البلد ويا ليتنا يا ليتنا اسمعني سمحني سمحني يا ليتك تسكت عن هذا الكلام ويا ليتك ترجع عن هذا الكلام وكأنه يذكرني والله العظيم يذكروك بكلمة أهل النار بداخل النار سواء علينا يعني يستوي عندنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص خلصت نزع في النار خرجونا خرجونا نسكت ونتحمل العذاب اللي اتنين واحد ما نحناش خرجين من النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص شريعة الله ليس فيها نظرة سودوية شريعة الله ليس فيها ظلام شريعة الله ليس فيها كآبة شريعة الله ليست فيها الفزاعة شريعة الله تطمئن القلوب شريعة الله تقول لك إن النصر قادم ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بشروا مش كلنا حافظين الحديث ها طب ما بنعملش كده ليه مش ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام كل مذيع يخرج وكل برنامج إلا من رحم الله فزاعة فزاعة خوف تخويف استبداد وهنرجع للظلاب وهنرجع للإزلال إيه يا جماعة هو الكون ده ابتعد عن إرادة الله هو الكون ده مش تحت إرادة الله وتحت تدبير الله هل هناك في الكون من يفعل شيئا إلا بإذن الله أهناك أحد يغلب الله أهناك منهج سيعلو على منهج الله أهناك كلام سيعلو على كلام الله أهناك طريق بخلاف طريق الله يسعد الناس ده النبي بيقولها لك ما تصلي يا عمى عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنتي كمان صلي عن النبي عليه الصلاة والسلام منهج النبي إيه بشره أيوة وأنا جاي النهاردة أخدرك مش جاي أخدرك بالكلام ده أنا النهاردة جاي أقولك خذ بالك خليك مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومش معنى أن أنا أبشرك وأقولك على كلام طيب مش معنا الكلام ده أنك ما تعملش لا عشان تطلع الثمر لازم أغرس وعشان تطلع الثمر لازم أعمل لكن يدخل على النت شوية سودة يدخل على بره دل برمج يسمع بره منك شوية سودة يقرأ جرايض سودة يقعد ما أحد في العمل سودة يقعد في الشارع سودة يقعد في البيت سوداء ايه يا جماعة ايه يا جماعة فيه ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا مش ده كلام النبي وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام طيب أنا أقول لكم على حاجة حاجة منتهى العجب بس تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب انتوا فاكريين معي غزوة الأحزاب سنة خمسة من الهجر في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب اجتمع كم على الرسول عشر تلاف انت بتستقل بعشر تلاف ده انت لو عددت أفراد المدينة رجالا ونساء كبارا وصغارا حتى لو عددنا الأجنة في بطون أمهاتهم مش هيوصلوا العدد ده كان عدد في التوقيت ده عدد ضخم جدا لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام لن يواجه هذا العدد هو الصحاب ما اللي يحملوا ايه خندقوا الخندق زي ما انتوا عارفين حفر حوالين المدينة حتى يمنعوا الخيول ويمنعوا جيش المشركين ان يدخل الى المدينة مش حصل كده فاكرين في غزوة الاحزاب حصل ايه عشر تلاف على الرسول ويحاصرون المدينة خد خد اللي جاي خد بالك وقريبة تنقض عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اللي بداخل المدينة هو يعني حصار خارج المدينة ويهود نقضوا العهد بداخل المدينة خد اللي جاي كمان والمنافقون تخلوا عن رسول الله ان بيوتانا عورة والله يقول وما هي بعورة ان يريدونها الا فرارة خدا عايزين يهربوا انتو متخيلين الموقف لا انا عايزك بقى عيش الموقف ده مش احنا عايشين في فزاعة النهاردة خدوا بالكم من في فزاعة كانت موجودة عاشر تلاف محصرين المدينة عدد ضخم جدا يهود نقضوا العهد بداخل المدينة والنساء موجودة في بعض البيوت وبدأت اليهود تذهب الى هذه البيوت خدوا بالكم من الكلام والمنافقين تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خد اللي جاية وقل الطعام والشراب مع صحابة الرسول فيش اكل ولا شرب لا خد اللي جاية دي كمان وكان الواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى ان يقضي حاجته في الليل لانه كانوا يبتعدوا عن اعين الناس يبعدوا بعيد وكان يخاف الواحد يقضي حاجته في الليل احسن حد يرمي بسهب او يخرج عليه يغتاله من المشركين انتو متخيلين المنظر كده؟ عارفين الموخف ده عمل في الصحابة ايه؟ ما عملش اللي عملوا فينا احنا عشان تعرفوا بس ضاع في ايماننا واحنا فين؟ سودة ومظلمة وراحت وبازت وخلصت وهلقها من مين؟ والبلد الورى كان ممكن الصحابة يقولوا للنبي كده او حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولوا رسول الله هنعمل يهو قدام عشر تلاف ويهود نقضوا العهد والمنافقون تخلوا عننا وما فيش اكل ولا شرب واحنا الواحد فينا خايف يقضي حاجته انتو تعرفوا ان كل ده زاد الصحابة ايمانا وزاد الصحابة ثباتا وكانوا يرون رؤية نورانية ورؤية مشعة بالخير والنصر مع كل ده ازاي؟ اقرأ في القرآن اقرأ يا عم القرآن اقرأ يا اخت القرآن انتو مسودين الدنيا ليه بس؟ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اقرأ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا ايه؟ قالوا فين الوعد؟ راحتوا بازط قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله تب وعدهم الله ورسوله بالنصر قالوا هم فينا نصر قال لك ده بديت النصر خلاص النصر جاي شوفوا الثقة شوفوا الامل شوفوا اليقين شوفوا النور مش النظرة السودوية الان أي إعلام هذا الذي يفت في عضب الناس أي إعلام هذا الذي يفزع الناس أي إعلام هذا الذي أدخل الكآبة على الناس أي إعلام هذا الذي سود الدنيا أمام الناس أي إعلام هذا الذي ضيق على الناس صدورهم أي إعلام هذا أي إعلام وأي كلام وأي فكر هذا دعوكم من البشر وكونوا مع رب البشر في كتابه ينبئك من الذي سيكون في خلال الأحداث ولما رأى المؤمنون الأحزاب الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله اسمعوا اللي جاي وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يا سلام دي النظر الأهل الإيمان انتوا راحين فين دا حتى بعض إخواننا الدعاء يطلعوا على المنابر يسودوها قدام الناس ليه كده إلحقوا إلحقوا يا جماعة مش كده مش هو دا المنهج المنهج غير كده منهج القرآن والسنة مش النظر السودوية دي ولا الظلمية دي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أنا عايز أقول لكم حديث عن رسول الله ما تصلي عم مع الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صيح مسلم ونحفظه ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي قراءة فهو أهلكهم يعني إيه؟ واحد يقول هلك الناس إيه ضاعت الناس بازت خلصت هلك الناس اسمعوا النبي يقول إيه؟ النظر السودوية دي ما يحبهاش الرسول ولم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم هلك الناس ضاعف ضاعي الناس قال عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم أهلكهم بالضم يعني هو أشدهم هلاكا مش بتقول إنها راحت عن الناس وإنت أشدهم ألاكا يعني إيه؟ كأن النبي بيقول أنت أسوأ من الناس اللي أنت بتتكلم عليهم دول حالك أسوأ ما تتكلم عنهم يا خبر بيض النبي بيقول كده ليه؟ عشان تمتنع ما تقولش كده لأن الطريق ده غلط الكلام ده غلط لأ وفي قراءة في الحديث فهو أهلكهم بالنصب يعني إيه فهو أهلكهم؟ يعني هو جعل الناس من الهالكين وأخبر أنهم من الهالكين وليسوا كذلك ليسوا من الهالكين وليسوا من الضاعين البلد ضاعف مش هتضيع البلد لورا لقدام الدنيا ظلام الدنيا نور إيه الحق؟ يا عم يسيبك بالكلام ده يا عم خليك فيه أصدق من ربنا بقى فيه أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام أنا بجيب لك كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بجيب لك بقى المحلل السياسي الفلاني ولا المزيع فلاني ولا فكر فلان ولا فكر فلان بجيب لك كلام أصدق القائلين وهو الله وكلام أصدق القائلين في البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم على حاجة شريعة الإسلام العظيمة العظيمة شريعة الإسلام العظيمة جاءت ترفع معنويات البشر مش تحبط البشر وتخفق من همم البشر الشريعة جاءت ترفع المعنويات اللي يكلمك في رفع المعنويات ده على المنهج ده المنهج مضبوط ننهج فيك ده كلام مضبوط اللي يكلمك عمال يسقط 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 في ناس كده ما ورهاش ولا يعزوا بالله إلا الضمار والخراب بس والفساد بس لكن أين هم من الله أنا فاكر افتكروا معايا كده افتكروا معايا وتذكروا معايا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مكة كم بيحصل لهم ايه؟ تعذيب وقاتل وتشريد وحصار وأذية مش موجود الكلام ده؟ اه في التوقيت ده في الفترة المكية خذوا لكم بالكلام تنتصر فارس على الروم وفارس عبد أوثان بيعبدوا الأوثان كمشرك يمكة والروم أهل كتاب والمسلمون أيضا من نزل عليهم القرآن القرآن منهجنا فاستبشر المشركون وسخروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل رأيتم كيف انتصرت فارس على الروم وفارس أهل أوثان يعني بيعبدوا الأوثان مثلنا والروم أهل كتاب مثلكم يقول عليهم نزل عليهم كتاب زيكم فالصحابة فالصحابة حزنت أن فارس وهي وهم عباد أوثان يغلبوا الروم وهم أهل كتاب عرفين رب العالمين وأحكم الحاكمين يعمل ينزل القرآنا يرفع من معنويات الصحابة والله العظيم مش بقول لكم الشريعة رفع معنويات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون خدوا أهلكم بعد الضعف وبعد الحصار وبعد الشدة في فرق أصبروا في فرق وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله شوف القرآن الكريم بيرفع المعنويات إزاي اطمئنه هينتصره وانتصرت الروم على فارس القرآن بيرفع معنويات والسنة ترفع معنويات مش نظرة سودوية ونظرة قاتمة حتى أدخلوا على الناس اليأس القاتل والقنوط المدمر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا فاكرين أنتو غزوة أحد صح ولا لا غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة إيه اللي حدث لا أنا مش عايز تفاصيل الغزوة انتهت المعركة بإيه مش انتهت بالهزيمة للمسلمين آه بسبب تخلف بعض الرماع عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم خدوا بقى الكلام الجميل أوي ده وبالرغم أنه هم خارجين من هزيم هزيمة وقتل من الصحابة في أحد قتل منهم سبعون رجلا يعني البيت دامت في زوج والبيت دامت في أب والبيت دامت في أخ ودامت في عم وده قال وده صديق المدينة في حزن ده ده بخلاف الجرحة ده النبي نفسه عليه الصلاة والسلام شجت رأسه وكسرت رباعيته وعليه الصلاة والسلام ودخل الحديد في وجنتيه صلى الله عليه وسلم عارفين بالرغم من كل المأسادي ينزل القرآن الكريم ليرفع معنويات صحابة رسول الله والله العظيم ينزل يرفع المعنويات بعد هزيمة ها اسمعوا كده ينزل القرآن بعد غزوة أحد ينزل القرآن بعد الهزيمة يقول لهم ايه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أعلون مع أن نحن اتغلبنا في المعركة أعلون بالمنهج أعلون بدين الله العاقبة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قناة كذا شغل علينا ما تسابها تشتغل وبعدها لا يلومنا أحدهم إلا نفسه يا عم ده القنادي وقنادي وقنادي وكل القنوات وكل الجرايد والمزيعين والفضائيات وأمريكا وأمريكا وإسرائيل والليبراليين وعلمنيين بقول لك ايه ما فيش حد أقوى من ربنا اسمع ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خد اللي جاية دي خد اللي بعده إيه يمسسكم قرح شوفوا رفع المعنويات من ربنا سبحانه وتعالى ده الخطاب القرآني ده اللسان اللي ينبغي أن نتكلم به مع الناس ونوجه الناس مش نفت في عدد الناس ونحطم نفسيات الناس قال إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم هو يعلمهم لكن أراد أن يظهرهم ويظهرون في الشدائد وفوقت المحنة وفوقت الشدائد بيظهر الرجال اوعى تسقط مع اللي سقطه خد بالك عملة تتغربل إيه ده بعد وده بعد وده سب وده شتم وده بقى كده بقى كده بقول مشاهد دلوقتي لا ينالون إلا السوق ده أكده تتكلم بمثل هذا الكلام ما فيش عرض الحد ده أنت يا ملتزم يا مستقيم بتتكلم بالنظرة السودوية دي انت انخدعت بكذب هؤلاء انخدعت اسمع كلامي اسمع كلامي انخدعت ده أنا مش بكلمك بكلامي ده أنا بكلمك بكلام ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم الشدائد هيظهر من المؤمن ومن الثابت طب واللي ماتوا واللي قتلوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا 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 ده خد بالكم من الآية ولقد نصركم الله بعدها بآية يعني ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة خذوا بالكم من الآية دي فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا أي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول للمؤمنين خذوا بالكم من الموقف ده النبي بيرفع معنويات الصحابة فبيقول إيه للصحابة إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أنتم مش عايزين ربنا يمدكم بثلاث تلف يبقوا معكم من الملائكة يقاتلون معكم ضد المشركين فدي ترفع معنويات الصحابة لا ربنا يرفع معنوياتهم أكثر وأكثر كمل الآيات بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين المسألة مش في عدد مش في ثلاث تلف ولا أربع تلف ولا مليون ولا الكلام ده عشان كده بعدها اسمع رب العالمين بيقول إيه وما جعله الله إلا بشرى لكم بيرفع معنوياتكم ويبشركم مش ينفركم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم مجرد القرآن جماعة لذلك أقول لإخواني وأخواتي ولا تهنوا ولا تحزن أقول لإخواني وأخواتي ارفعوا المعنويات وارفعوا الرؤوس ما دمتم ثبتتم على منهج الله والله العظيم والله العظيم إن بلالا وهو يعذب ويثبت ويضرب ويقول أحد أحد إنه في قمة الانتصار بيتعذب قمة انتصار وهو ثابت لكن الزعزعة وخلخلة وضعف وهروب وتميع وسودوية لا 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 راجع نفسك راجع إيمانك كويس راجع فكرك كويس يا أخي يا أخي أقول لك على حاجة سيدنا الرسول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري حديث الهجرة الطويل لما كان في الغار وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم من الموقف ده يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا لو حدي بهم بس بس تحت رجلو حيشوفنا شوفوا النبي اطمئنان شوفوا الراحة شوفوا الثقة شوفوا اليقين لو مسكها فلان ضغط لو مسكها فلان راحت ليه يا أمي كده شوف أبو بكر يقوله يا رسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هم معهم مين إحنا معنا ربين إحنا معنا ربين هم معهم مين أمريكا يعني معهم مين ما تسمعني يا عمي إسرائيل معهم مين ما تسمعني يا عمي معهم مين الاتحاد الأوروبي معهم مجلس الأمن قل لي معهم مين يعني معهم مين معهم رجال أعمال معهم مين قل لي معهم مين معهم فضائيات معهم إعلام معهم جرائد أنت معك ربنا معك ربنا عايزي تاني قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما أقول لكم على حاجة والله احنا عايزين كده التمكين يا جنة على بيضة متأشرة لا نتعب ولا نتغربل ولا الصف يتغربل ولا نختبر ولا نفتن لا عايزينها بس ايه قدي كباية ينسون وشربينها ايه هو التمكين جنة كده لا يا حبيبي يا حبيبي التمكين مش كده حبيبي في الله أخت الفاضلة التمكين مش كده عارفين التمكين ازاي التمكين في غربلة التمكين في اختبارات التمكين في ابتلاقات التمكين قبله فتن عشان تعرف تتمكن الكلام ده مش كلامي برضه أحسن تفتكر أن أنا بكلمك بفكري بكلمك بالقرآن فين الكلام ده في القرآن اقرأ بس أنت قرأته ومش أخذ بالك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فاكرنا كده ده إيه يلا أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اللي حصل مع الذين أمنوا قبلكم لازم يحصل معاكم عشان تتمكنوا زي ما هم تتمكنوا لازم يحصل معاكم زيهم لكن إحنا عايزينها وإحنا مرتحين هي يديتها يلا عم إجري انزل انزل يا عم وارفع شعار وقول اللي أنت عايز تقوله لا 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 مش كده وبس ده كتير ده عايزة عمل كبير قوي وعايزة مجهود كبير قوي لا اقرأ الآية حسن اقرأ الآية وعايزك تقرأها لا بقى قلبك بقى شغل قلبك بقى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اسمع اسمع مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ربنا بيبشر شوفوا بيرفع المعنويات مش بيقولوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سوت تهلي بس يا عم يبعد عن الناس دي يا عم كان واحد كان من إخواني يقول لي ايه بيقول لي ادخل بس الموقع ده عايز يدخلني موقع أكلم ناس موقع تنصير فبين وبينك هي مرة وحيدة اللي دخلت وتكلمت لقيت ناس مش عايزين حق ولا يريدون حقا نصحت هذا الأخ وقلت له ما تدخلش المكان ده تاني انت لعندك علم ولا حاجة والناس دي مش عايزة حق كلمناهم عملين يخرجوا من مسألة المسألة ومش عايزين يفهموا خلاص عارف عمل ايه الأخ ده بعدها بفترة جاء اللي ايه يسألني ويسأل بعض المشايخ بقى يشك في القرآن ويشك في السنة هو لما دخل ألن عايزة شوفهم بيعملوا ايه زي اخواننا النهاردة واخواتنا ايه اماء اللي بشوف ده بيقول ايه من تعارف القناة دي ايه من تعارف البناء أدم دي ايه يقعد يسمع بيقول ايه دماغه تتحشي وفكره يتحشي دماغه تتحشي وفكره تتحشي ويبدأ يتكلم بمنهجهم وهو لا يشعر وبلسانهم وهو لا يشعر ما قلنا لك من الاول انت مش واخد بالك فيه دجال كبير فيه ساحر كبير عارف الدجال الكبير النهاردة والساحر الكبير الاعلام عمال بيصحر الناس دجال على الناس تروح للدجال ليه تروح للساحر ليه ما تسمع كلمة اسمع الناس اللي عندها مقاء ده انت النهاردة ما بقاش عندك ثقة في حد ما بقاش عندك حص نظرنة في حد كل الكلام ده من ايه لا ما فيش حص يعني الدنيا خلاص بسط هل هي كده انت تظن كده تظن ان هي راحت امال فين تمكين فين عيات القرآن فين كلام السنة النبوية ياخد طاق الله انت بقيت تبعد خد بالك بقيت بفكرك بتبعد وبمنهجك بتبعد ارجع انا بنصحك اقول لكم على حاجة تذكروا معايا غزوة بدر افتكروا معايا كده غزوة بدر اخذوا بالاسباب اه كام قدام الصحابة الف واحد قرابة الالف وهم كام تلتمية وخمستاشر ماشي كده طيب النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم من النهاردة بيرفع ايده من النهاردة بدل مقاعد عمل على الجرايد والنت وبرامج التوكشو والكلام ده بيقوم باللي الركعتين يدعي ربنا من النهاردة بيدعي ربنا النبي رحي اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم إن تهزم هذه الاصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم لدرجة عباية الرسول وعت من عليه وعت من على ظهر الرسول مال يدعو ويرفع يدي أبو بكر أشفق على الرسول ماسمك العباء و رحه رفحها guilty في النبي صلى الله عليه وسلم و هو الفك المعلوم يقول للنبي هون عليك يا رسول الله قد الحاحت على البك انت دعيت خلاص بالراحة هدّي نفسك بلح هون عليك يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يسمع أبا بكر اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني اسمعوا اسمعوا فجأة النبي يبتسم وينظر لأبي بكر ويقول أبشر يا أبا بكر إن جبريل والملائكة لبسوا لأمة الحرب ونزلوا إلى أرض المعركة الله أكبر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا جماعة دلسن النبي أبشر يا أبا بكر أبشر يا أبا بكر والله الدين ما هيضيع والله العظيم الإسلام ما هيضيع والله ما هيضيع والله هيتمكن شوف يلي ركب الطريق العكسي والله العظيم هيتمكن خد بالك وهتوقف قدام ربنا وهتتحاسب شوف أنت كنت بتنصر مين إلحق إشعات 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 إيه ده فلان الفلاني عمل كذا أو فلان الفلاني عمل كذا أنت تعرفوا واحد لسه أخ من إخواني النهاردة بيكلمني بيقول إلحق على صفحة فلان الفلاني آه قالوا آه قالوا كاتبين كلام كده فواحد بيقول والله أنا سمعت أم الشيخ فلان بنفسي على القناة بتقول اسمعوا الكلمة دي بتقول إن أنا أمريكي فواحد بيعلق على النت ده الأخ بيحكيلي بيعلق على الموقف ده بيقولي الدنيا ظلمة مين اللي طف النور أم الشيخ فلان بنفسها طلعت قالت أنا أمريكية شوفوا الكلامة أم الشيخ فلان مات ماتت الله رحمها والناس فلح الناس بتسدها الناس يتقال لها حاجة تسدها الشيخ فلان بيعمل كذا هيوة الشيخ فلان بيعمل كذا هيوة لأ ويجيبوا لك الصور معنا إنهم هوا وصلوا للحكم مش عارف يبقى إيه ودول هوا وصلوا للحكم يبقى إيه ودول هوا وصلوا للحكم يبقى إيه يا جماعة أنتو يا جماعة هوانوا على نفسكم يا جماعة يا جماعة اللي مالوش في حاجة ما يتكلمش فيها اللي ما يعرفش ما يتكلمش كله بيعرف بما لا يعرف كله بيتكلم كده وخلاص بنتكلم كده وخلاص مش كده يا جماعة تعالوا بقى أنا مش بص أنا مش هتكلم بدماغي يا عم أنا ماليش دعوة بالنت ده خالص خلينا مع كلام الله وكلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان الدنيا كلها نور اقولكم على حاجة بعد غزوة احد سنة ثلاثة من الهجرة اتقتله سبعين وبعد ما اتقتل سبعين النبي راجعوا وجراح وألام وقل للنبي عليه الصلاة والسلام ده المشركون يجمعون لك وسيعودون لك مرة اخرى راجعين لك تاني تخيلوا كده وهم في جراح النبي يعمل ايه النبي مقاللهم شوها استخبوا ده راجعين لكم تاني يكملوا عليكم لا 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 اسمعوا ليه عمل ايه وما ياخدش البقيين انما يقول من كان سامعا مطيعا فليخرجن ولا يخرجن معنا احد لم يخرج معنا في الاولى عارفيني الصحابة اللي ما كانتش قادرة تقوم كان يقول يا اخي احملني طب انت رايح محمول هتعمل ايه فرض المعركة لا اريد ان اتخلف عن رسول الله وسميت غزوة حمراء الاسد النبي يرفع فيها المعنويات بالرغم من جراح وسفك دماء وده بيشيل دا وهم ماشيين وده لسه بينزف وده جرحه بينزف وماشيين مع النبي والنبي ماشي وهو مجروح صلى الله عليه وسلم ليه رفع معنويات ايه ماشي مفيش يأس ولا قنوط دخل اليأس عليك ازاي دخل القنوط عليك ازاي الدنيا سودت في اعيننا ازاي بس ازاي والنبي محمد ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام بيقول ايه اسمعوا دي بشر هذه الامة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين مش دا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه ليظهره على الدين كله ايه لازم هيظهر وهيعلو دين ربنا اقسم بالله العظيم هيعلو الاسلام على الصليب وهيعلو الاسلام على يهود وصن وشيوعيين دا اسلام دا دين ربنا دا منهج ربنا انتو عارفين يعني ما نهج ربنا عارفين يعني اسلام سيمكن للمسلمين الحمد لله احمد ربنا ان انت واقف في صف المسلمين جرك مخدوع دلوقتي واقف ضدهم واقف ضد دين وهو مش حاسس والله العظيم اقول لكم احنا عندنا مرض اقول لكم ايه هو المرض دا لا مش انا اللي هقوله ما تجوا ان يسمعوا انا وانتم من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري من حديثي ابي عبد الله خباب بن الارض رضي الله تعالى عنه يا خبرة بيط دا في يوم من الايام خباب دا مسكوه عزبوه عذاب المشركين عمل للإسلام معذرة مش قاعد ليفتكيف ولا هو هنا وعمل بس بيتكلم وخلاص لا دول عملوا للإسلام اتشبح ويأتوا بالحديد المحمي ويطفوا الحديد في بدنه نزف الدماء خباب تخيلوا كده وهو محروق والدماء بتنزف وروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو الله لنا فينك يا شيخ فلان يا شيخ فلان رحتوا فين انتوا فين ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو الله لنا عارفيني النبي عمل ايه؟ احمر وجهه وغضب كان ممكن النبي يعمل كده الخباب أصبر يا خباب أصبر ما عملش كده الخباب إنما أراد أن يقوي عزم خباب ويقوي عزم الأمة وأراد أن يخبرهم أن التمكين ليس لا يأتي بالساهل ولا بالطريقة الميصورة إنما الطريق صعب ولا بد أن نثبت فقال للخباب ايه؟ كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض خذوا بالكم من الكلام ده فيقع المنشار الحديث في صحيح البخاري فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يكون ما دون اللحم والعض يتنشر في بعض الروايات حتى ينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد يا خبرة بيض عذاب اسمعوا النبي يقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا ايه؟ الناس دي؟ اه اوقع تسمع لها تاني اوقع دي عم خلاص محناش واسقين فيكم خلاص اسكت انتم خلاص مش فاهم مش فاهم حاجة وبيتكلم باس 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 خلاص قرفناكم يا عمد انا ما اتكلمش علي نفسي ما اتكلمش على نفسي انا بقول لإسلام بقول منهج الإسلام تب بقول لك ايه؟ مين بيحمل منهج الإسلام دلوقتي؟ مش دول اللي انت شايفهم دول كلهم ما بيحملوش منهج الإسلام؟ اه ما فيش ولا حد بيحمل منهج الإسلام؟ تب لو ما فيش حد بيحمل منهج الإسلام ما تحمله انت يا بطل ما ترفع راية الإسلام يا بطل ما ترفع راية الله انت تظن ان ما فيش راية لله مرفوعة ما فيش راية للإسلام مرفوعة فكر كده بالراحة شوف النبي بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا انا جاي بالحديث ليه؟ انا جاي بالحديث عشان خاتمة الحديث الخاتمة الحديث بتقول ايه؟ اسمعوا ليه؟ لا يتمنى الله هذا الامر هيكمل هيكمل وهيتمكن هيتمكن لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه خدوا بقى المرض بتاعنا ولكنكم قوم تستعجلون متعجل قوي ايه ده؟ درجة اثنين تلاتة شبعة خمسة عشان توصل للقبل بالراحة لكنكم عايز الاخيرة على طول عايز الاخيرة على طول لا 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 استنى يا عام ده فيه سنن ولكنكم قوم تستعجلون ده النبي بيقول كده للصحابة بيقول كده الخباب اللي اوذي في سبيل الله ولكنكم قوم تستعجلون يعني ايه اصبر وربنا هيتمها ولا تخشى وما تتعجلش والله لا يعجلوا بعجلة العباد ارفعوا المعنويات يا جماعة ازيلوا النظرة السودوية ازيلوا النظرة القاتمة ارفعوا اليأس وارفعوا القنوط افيقوا واعلموا ان دين الله منصور يا سلام عليك يا رسول الله اللهم صلى على محمد وقالي محمد عمار مشبوح وسمية أمه وياسر وضرب وعذاب والنبي مر مش قادر يعمل لهم حاجة صلى الله عليه وسلم عرفين النبي يقولهم ايه يقولهم ايه النبي وهما Beytعذبه بيبشرهم والله العظيم Beytعذبه يبشرهم كان بيقولهم ايه واسفوا كلكم تتكلمواavant كان بيقولهم ايه صبرا ان الى يا سب فان موعدكم الجنة صبرا انصبروا ايه جاية جاية ما تقلعوش صبراً قال ياسر إن موعدكم الجنة ما تصبروا يا رجالة صبروا يا أخوات صبرنا صبرنا يا أخوات مش كده اعملوا واكتهدوا وازرعوا عليكم السبب والنتائج ليست لنا النتيجة تيجي النتيجة لله نحن مكلفون بالأسباب اغرس للدين وملكش دعوة اعمل اللي عليك وملكش دعوة ما تستحقرش عملاً وما تنظرش لغيرك لغيرك ما بيعملش اعمل انت وتحرك اتحرك لدينك في هذه الأيام تحرك لإسلامك ارفع راية الله والله لن يخذلك والله العظيم لن يخذلك إذا صدقت وأخلصت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله تصدق وربنا يخذيك تخلص وربنا يخذيك أبداً بس اخلص واصدق وعمل وعمل اعمل عشان تلاقي لكن كلام بس بدون عمل كلام بس بدون عمل وعايز نتيجة هتيجي ازاي؟ تيجي النتيجة منين؟ عايز عمل عايز نتيجة؟ يبقى لازم يكون في عمل لازم يكون في عمل أقول لكم على حاجة كمان أيضاً من البشريات اللي كانت موجودة يا سلام عليك يا رسول الله والله العظيم موقف جميل قوي 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 فاكرين انتو غزوة الأحزاب والخندق بأحدافها عشر تلاف ومجموعين وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه يا هؤلاء؟ شوفوا النبي يدعو اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اسمعوا ربنا يعمل ايه؟ يصلط عليهم الرياح فتخلع خيامهم وتطفئ نارهم ويلقي رب العالمين الرعب في قلوبهم ويتفرقون ويرجعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله لا يغلب الله قوي عزيز وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا انتو عرفين بعد الموقف ده النبي يقول ايه؟ بالله عليكم لا تعودوا كده وتسمعوها يا سلام عليك بقى كنت من شوية مش قادر توقف يعني عملت ادعو الله ومش عايز تواجههم وعملتهم من خنادق شوفوا يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم اليوم بعد ما يتفرقوا اليوم نغزوهم ولا يغزوننا حتى نسير اليهم يعني ايه؟ ده اخر تجمع لقريش علينا ان يجلنا المدينة ما هماش جايين تاني ما لغاية محنا للروح لهم وبالفعل من بعد غزوة الخندق ما اجتمعت قريش على الرسول حتى دخل الرسول على هؤلاء وفتح مكة وفتح صلى الله عليه وسلم البلاد شوفوا البشريات اليوم نغزوهم ولا يغزوننا حتى نصير اليهم صلى الله عليه وسلم بيبشر في المحن والبلاية والمصائب وفي بشرة وفي نور والدنيا مشرقة طبعا انا هقول لكم على حاجة انتو فاكرين احداث الهجرة صح احداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة لا انا عايز موقف واحد بس في الهجرة فاكرين موقف صراقة ابن ملك رضي الله تعالى عنه افتكروا موقف صراقة كده كان لسه قبل الاسلام لا 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 مش عايز بقى الفرس رجله غصط في الرمال لا انا عايز المشهد الاخير النبي صلى الله عليه وسلم حاول ايه يا سلام الصحابة خرجت من مكة مهاجرة مستضعفة تركت البيوت تركت الضيار الاموال النبي يخرج متخفيا صلى الله عليه وسلم ويجلس في الغرف ثلاثة ايام ويخرج في عكس اتجاه الطريق وكل الكلام ده عارف النبي يقول ايه مش يفكر في فتح مكة وبس بيقول لسراقة يا سراقة ما ظنك وانت تحلى بسواري كسراء وانت تلبس سواري كسراء كسراء بتعمين ملك الفرس انتو متخيلين دي متخيلين النبي بيقولها امتى النبي بيقولها في الهجرة هو مهاجر صلى الله عليه وسلم وانت تلبس سواري كسراء ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك الخلافة بعده ابو بكر الصديق ويموت ابو بكر الصديق ويمسك بعدها امير المؤمنين عمر وعلى ايام عمر يؤتى بسواري كسراء ويقول عمر رضي الله عنه اين صراقة ابن مالك لنوفي بعهد رسول الله وحلي بسواري كسراء الله انتو شايفينها سودلية جماعة مش مظلمة او كده فاكرين هوازن بعد فتح مك بعد فتح مك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ثقيف وهوازن فاكرين رئيس هوازن عمل ايه خرجهم بالاطفال بالنساء بالشيوخ بالاموال التي معهم ليه علشان يعني ايه الواحد هو بيقاتل يشوف مراته ولا يشوف عياله ويشوف ماله مايفرش لكن عند الشدة وعند الموت هيفر من ابيه ومن امي وزوجته وعياله وخرج رئيس هوازن والنبي عرف وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام الحق يا رسول الله ده خرجوا بنسائهم واطفالهم وكذا وكذا عارفيني النبي قال ايه شوفوا البشرة من النبي عليه الصلاة والسلام اول ما سمع انهم خرجوا باموالهم وكل ما يملكون قالت تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله يعني ايه دي الغنائم اللي انتوا هتاخدوها بكرا ان شاء الله وبالفعل كانت المعركة واخذت غنائم للمسلمين اللي مع الله هينتصر اللي مع الحق هينتصر اللي مع الاسلام هينتصر اللي مع الدين الحق هينتصر أقسم بالله العظيم سيمكن لدين الله في الأرض والله 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 هتتطبق الشريعة في مصر والله 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 هتتطبق الشريعة في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الأرض ده كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إيه يا جماعة أنتوا مسودينها ليه إن ينصركم الله الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم مش ده كلام ربنا طالما نصرك ربنا مين يقدر يهزبك مين يقدر يغلبك والله غالب على أمره آه ما ليه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون مش ده آيات القرآن آيات القرآن الكريم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا حبيبنا وجزاك الله عنك كل خير الله يكريم أطلب منك أولا أن تشكر الله شكرا كثيرا أن أجرى على لسانك هذا البلسم تشافي الله الذي يفتخده الكثير والذي فيه علاج أن تتاقض أجره بإذن الله هذا الأمر الأول الأمر الثاني ولا تاهنه ولا تحزنه نعم رب العمين ربطها إن كنتم مؤمنين نعم فليراجع كل منه نفسه وإيمانه نعم إذا وجد أنه مرعوب وإنه واهن وإنه حزين فليعلم أنه بعيد عن إيمان نعم فليصرح ما بينه وبين الله فيكون مثل حضرتك مستبشر مبصول سعيد وجهه مش رق القمر نعم الأمر الثالث لا نعامل إخواننا في أي مكان المضحوك عليهم والذين يلعب أفكارهم كعداء بل هم أحبابنا نأخذهم في صدرنا ويعني حتى لو أجونا نقول لهم سنتحمل الأذى لأننا نحبكم في الله وليس بيننا وبذلكم عداوة إنما عندنا شيء غالي جدا اسم الإسلام بنتمنى من الله زي ما حط في قلبنا حلوته يحط في قلبكم حلوته وجزاك الله عنا كل خير وأكثر من أمثالك واحد مثل حضرتك كفيل أنه هو يمسح كل الفضاءات العالمية لأنك أنت مع الله ومؤيد من الله ولا ترجو غير الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته اتفضل برك الله فيك يا بي الله خير الشيخ يا لأ الله يكريم وتعالى أضح بس حاجة بس الناس اللي بمحايت القنوات التانية اللي بيجاب الزرال بدي يخلها فلوس حتى لو هوا يمحا يطلس على المسابسي فركب نعم يعني الناس قاطع القنوات دي وتمسحها من عام ده نعم أحبك الذي أحببتني فيه وبرك الله فيكم جزاك الله خيرا معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب بيك يا عم الشيخ سعيد عم الشيخ علاء والله الله يرحب بيك وبرك الله فيكم منور الشاشة والله جزاك الله خيرا الله يحفظكم لينا والله وانصر الإسلام الله يكرمك وبرك الله فيك الله ينصر الإسلام صيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والله بن حكم يا شيخ الله يكرمك والله عليك يا شيخ عبين الرقم حجك والله يا شيخ طيب الإخوة إن شاء الله يعطوك الرقم بإذن الله وإن وجدت الهاتف مغلق أن بعتلي رسالة وأنا هاتصل على حضرتك ربنا يبرك فيه معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته بذلك يا شيخ علاء الله يكرمك ربنا يبرك فيك بخير والله الحمد لله الله يكرمك ربنا يبرك فيك الله يكرمك جزاك الله خير الله يكرمك إن شاء الله خير بإذن الله الله يكرمك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وأقول لك أمان السلام لعي شيخ محمد الحسان الله يسلمك ويسلم الشيخ ويسلم الجميع المسلمين من كل سوق ربنا يبارك فيك جزاك الله خيراً ربنا يبارك فيك فانظروا للسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله شوفوا القرآن الكريم شوفوا الآية بس خذوا بالكم عايزة شغلوا والله وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إحنا بقى عايزين بيه عايزين ننصر ربين سبحانه وتعالى يا جماعة والله العظيم إحنا ببننصر الفرد الفلاني ولا الشخص الفلاني إيه نحن نقصد الإسلام نحن ننصر الإسلام ليست طائفة بعينها ولا فرداً بعينه إنما لما الناس ترفع راية الإسلام يبقى أنا جاي عشان راية الإسلام أنا وربنا يعلم بنيتي وعملي هذا إن شاء الله سأؤجر علي بين هذا طب اللي كان رفع راية الإسلام دوا عياذاً بالله حادة عن الإسلام يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى أما نحن نرى راية الإسلام ترفع ونقول لا أه مش رحين أصل ده وحش أصل ده ما ينفعش طب خلوا واحد حلو يرفع راية الإسلام وخلونا وراه لابد أن ترفع راية الإسلام اسمعوا كده في القرآن الكريم يا سلام ولقد سبقت ولقد سبقت خلاص تقدر الكلام ده خلاص في مقادر الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ده ده يا عم مع المرسلين ما تكمل الآية وإن جندنا لهم الغالبون اللهم اجعلنا من جندك يا رب العالمين وإن جندنا لهم الغالبون لا أخذوا بالكم من الآية الجميلة وكل آيات ربي جميلة سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين وعد الله الذين آمنوا ده وعد ربنا ربنا بيخلف وعده مش ممكن والله العظيم ما يمكن أبدا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أخذ بالك من عملوا دي وعملوا الصالحات وعدهم بإيه ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أم نا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أعزن نعبد ربنا أعزن نؤمن إيمانا حقيقيا ونزيد في إيماننا ونعمل أعمال صالحات الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لكن أنا عايز أجيب لكم أقول لكم المنهج اللي كله بشريات ده أخذه الصحابة من رسول الله وكان هناك من الصحابة من يمشي بهذا المنهج في غزوة أحد أشيع أشاع على طول أشعات أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل النبي تقتل فطبعا لما النبي يقتل دي مصيبة كبيرة فبعض المسلمين جلسوا وألقوا سيوفهم هزيمة نفسية كلهم حزنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر أنس بن النظر حديث في البخار أنس بن النظر من حديث أنس بن مالك فقال لهؤلاء المسلمين ما لكم تجلسون هكذا فقال له يا أنس مات رسول الله قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى البشرات اسمعوا المنهج قال والله لا خير في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله الله أكبر قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأوا كمان أول ما يأرض من أرض المعركة يروح بصلي سعد بن معاذ يقول له إني والله يا سعد إني لأشم رائحة الجنة من دون أحد وينزل أرض المعركة بضع وثمانين طعنة لم يتعرف أحد على جثته إلا أخته من بناني سبحانك يا رب شوفوا المعنويات ورفع اللهم إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمين وأبرع لك مما فعل هؤلاء المشركين ارفعوا معنويات الناس ومش معنا رفعوا معنويات ارفع المعنويات وقعد وعمل معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يفقلك أخي وحبيبي وشيخ الكريم الله يكريمك ربين أميرك فيك والله العظيم أن يحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه والله العظيم يا شيخ سعيد لوحد بشوف وجهك بحس اللي فيه فيه خير في الدنيا الله يكريمك جزاك الله خير ربنا يبرك لنا فيك طب لنا على الشيخ أبو سحاف الحمد لله أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبرئه من كل سوء وجميع مرض المسلمين وبلغ لك يا شيخ سعيد أن تدعينا لأن من المبارح صار عندنا حادث في البلد طبعا أنا في الأردن بس إحنا مش شرية أصلا أسأل الله أن يسلمكم يعني مكروبات في 22 واحد ماتوا منهم ثلاثة من أسرة واحدة فبالله عليك تدعي لهم يا شيخ أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يرفع درجاتهم في المهليين وأن يصبر أهليهم ربنا يبارك فيك اللهم صبر أهليهم يا رب العالمين وارحم جميع موت المسلمين ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك طيب معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي الصر الأقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتفضل بركة الله فيك halo أتفضل الله يكرمك شب Roh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شب Roh وعليكم السلام أتفضل الله يكرمك أيو عاجزة تعلم مرة تعلم من دين الإسلام بتاعنا وتملأ وتملأ الناس بتعدي Didina العماية في الإيمان وتعدي قلوبهم ربنا يبرك فيك و ربنا يقوي إيماني و إيمانك و إيمان المسلمين و ربنا نسور على ان شاء الله ربنا ينسرنا ربنا يبرك فيك و بارك الله و فيك معي ياتصل الو آخر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وجزيس الجنة وبشرك الله بكل خير و إياك الله و بكل خير إحنا مفتقدين لهذه الحلقات الأحداث واللي حصلت في البلد مأثر علينا كلنا كذلكم الله خيرا كثيرا الله يكرم وبركة في الشيخنا وعلماءنا جميعا يا رب ونسأل الله أني واحد من المسلمين على كلمة الحق والخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعود فأقول في مأساة مثلا حدثت مرة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بئر معونا حينما قتل مجموعة من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام القراء حوالي سبعين قارئا تخيلوا كده لما يقتل مجموعة كبيرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحزن النبي انت تعرفوا ان فيني آية نزلت في هؤلاء والآية دي كانت تتلى ثم رفعت هذه الآية عارفين الآية إيه إنا قد إنا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا الله أكبر إيه يعني كأن الله يطمئننا بأنهم قابلوا الله والله رضي عنهم وهم رضوا عن الله وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيستبشر الإنسان يستبشر خير ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس وبعدين في واحد يحزن كده إنه فلان مات فأرض المعركة شهيد وفلان مات فأرض المعركة شهيد فالنبي لا يريد أن يدخل الحزن على هؤلاء مع شهداء إنما كان النبي يقول إيه اسمعوا بقى كلام النبي البلسم الجميل صلى الله عليه وسلم يقوله صلى الله عليه وسلم إني وددته ألا أتخلف عن سرية خرجت يعني كل سرية خرجت يخرج قلفها النبي عليه الصلاة والسلام ولو وددته أني أقتل في سبيل الله النبي كان يتمنى كده فلما يجي النبي يقول الكلمتين دول وأنا مات لي واحد شهيد أجط مئن النبي كان بيتمناها صلى الله عليه وسلم النبي كان يريدها وابني وصل لها وبنتي وصلت لها شوفوا النبي بيريح القلوب إزاي شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعالج النفوس ولا يسود الدنيا ولا يسودها أمام الناس ولو وددت أني أقتل في سبيل الله اسمعوا اللي جاية ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثلاث مرات يقولها النبي عليه الصلاة والسلام فاللي متلك شهيد إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في زمرة الشهداء ده شرف ده شرف ده أنت تحمد ربك سبحانه وتعالى ما كلنا سنموت الحمد لله أنه مات على ميتة خيرة ومات على شيء يرضي الله تبارك وتعالى أنا فاكر دلوقتي أم حارثة لما مات ولدها حارثة بن سراق وهي أم حارثة بنت البراء رضي الله تعالى عنها انطلقت إلى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله أخبرني أين حارثة أهو في الجنة فأفرح أم هو في النار فأكتهد عليه في البكاء أو ليرين الله ماذا أصنع عارفين النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ابنها مات ابنها قتل النبي عملها إزاي النبي يقول لها إيه وهي تقول له أولي هو في الجنة أو في النار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام شوفوا النبي بقى بيبشر النفوس إزاي ويريح إزاي قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الله أكبر إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى هذا منهج الرسول وهذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي أن نتكلم بذلك لا يتمنى الله هذا الأمر ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار كل مكان يدخل فيه ليل ونهار هيوصلوا الإسلام لا 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 مش يوصلوا الإسلام ويتمكن الإسلام فيه لا يبلغن طب الليل والنهار بيروحوا فين كل الأرض الإسلام هيتمكن من كل الأرض ده إيه ده كلام النبي كلام النبي ما تصلى على النبي يا عام عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر مش ده كلام النبي لا وبيأكدها لم توكيد وننتوكيد بيؤكد الكلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر يعني بيت بطين ولا وبر ولا حتى بيت بالأش والريش ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله مش ده كلام سيد من رسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث كثيرة لكن أنا عايز أقول لكم على موقف جميل أوي من البشريات أيضا عشان لا تهنوا ولا تحزنوا استبشروا واعملوا واتركوا الأمر لله سبحانه وتعالى هنسمع الموقف ده إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك شيخ علاء الحمد لله جزاك الله خير والله على زي الحال والله الله يكرمك ربنا يبارك فيك والله ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرنا بعدي الحال والله اللهم لك الحمد والله العظيم ده احنا كنا فيديك والله اللهم لك الحمد ويريد يعني تنبأ على موضوع يعني إن الإنسان يتخلى عن الصوت وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إما إذا أصلح الناس أصلح وإذا فسد الناس فسد نعم ربنا يبارك فيك وإحنا بنقول للإخوانه هو يعملوا يا بدي الله والله يا سيدنا والله عشان إحنا العملية صعبة عندنا جدا والله إن شاء الله ربك هيصرها بإذن الله جزاك الله خير يا سيد الله يكرمك جزاك الله خير أنا بارك الله فيكم تعالى معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل بارك الله فيك حياك الله يا شيخ الله يحييك جزاك الله خير أحبك الله يا شيخ والله أحبك الذي أحببتني فيه الله يكرمك أرجوك 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 نسألك الدعاء أسأل الله أن يهديني وإياك اللهم أمين وإياكم يا شيخ أمين يا رب الله يبرك حلقتك إن شاء الله يعني روعة يعني فيها تفاؤل عظيم وبشريات الله يكرم سير حلوة للشعب المصري وللعالم الإسلامي كله إن شاء الله أمين يا رب جزاك الله خيرا بارك الله فيك و جزاك الله خيرا الموقف الذي أريد أن أتحدث عنه موقف الملك المظفر قطز فاكرين قطز بطل من أفطال الإسلام قطز التطر عمله إيه التطر دول يعني نشروا في الأرض الفساد ما دخلوا بلدا من بلدان المسلمين إلا وتغلبوا على أهلها واحتلوها ونهبوا ثرواتها اتخيلوا كده أن على أيام قطز التطر تحكمت في كل ديار المسلمين عاد مصر واليمن والحجاز و قطز كان في مصر تخيلوا كده والناس يخافون من اسم التطر بس اسم التطر يتخوفهم و دخل التطر دول فعلوا أفاعيل يا الله عليها و ما واجهوا عسكرا إلا وهزموه و قطز يستعن بالله سبحانه وتعالى والعز بن عبد السلام يشجع المسلمين في المسجد على الجهاد و يقفوا مع قطز و قطز ما يستناش أنهم يجوا يدخلوا على مصر يخرجوا لهم و يصل إلى الغور في منطقة عنجلوت في يوم خمستشر رمضان في الخامس عشر من شهر رمضان و كان يوم جمعة و كانت معركة في عنجلوت ما بين قطز و التطر عاجة عجيبة يقتل من هنا و من هنا و المسلمون يكبرون الله أكبر الله أكبر و عقيدة و رسوخ و ثبات التطر دي كانت حطمت نفسيات كثير من المسلمين و عزمتهم نفسيا و فعلت الأفاعيل الذي اقرأ في التاريخ فى هوا GEشجعهم و يتسبتوا بالله و بدأت الصيحات الله أكبر الله معنا الله معنا الله معنا تعمل ايه فى المعركة و الله أكبر تعمل ايه الله أكبر من كل شيء من التطار الله أكبر من الطغوت الله أكبر من كل التواغيط من الظالمين الميصاره بتاع الججي المسلمين انكسرت عرفين قطز عمل ايه جري بنفسه و انضم إلى الميصاره وشجع من كان في الميصرة إلى أن قوية الميصرة والميمنة ومقدمة الجيش وكانت معركة من المعارك الرائعة انتصر فيها المسلمون ونصر الله أولياءه وأخذل أعداءه مش هي ايه يا جماعة ارفع كده همتك ارفع همتك وانهض وعمل مش تتحرك وانت خايف اتحرك بيقين اتحرك بثقة يا سلام شوفوا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام طيب معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ علاء بخير والله الحمد لله إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وجزاك الله أن المسلمين كل خير أمين يا رب وإياك الله يا كريم وحشرنا وإياك مع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان أمين يا رب ومع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمين يا رب وتكريما لصحابة رسول الله نعم وناشد كل المسلمين أن يكثروا من أسماء صحابة رسول الله رضي الله عنهم رضي الله عنهم نعم وبرك الله فيك وشكرا لك وإياك جزاك الله خيرا حب الصحابة كلهم لي مذهبوا ومودة قربة بها أتوسلوا ولكلهم فضل وقدر ساطع لكن ما الصديق منهم أفضلوا ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مش كلامي مع أي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك بتحية الإسلام يا شخص يا علاء الله يحييك وعليك السلام أحيي أخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي بقاء الأرض الموحدين أحييهم جميعا بتحية الإسلام وأنا صرحانة جدا بهذه الحلقة يا شخص يا علاء لأني لقيت حد يقيدني بالاستبشر أني أستبشر والله منذ أكثر من عام أن الدين قادم لمحالة نعم وأن الله عز وجل ناصر دينه نعم والله أكتب شرف ومعندي السبشر يعني حقيقي أن الدين قادم لمحالة نعم ربنا عز وجل ناصر دينه نعم ناصر دينه ولو أن الدكتور محمد مرسي انتخابه عشر مرات أو مئة مرة لأحط صوتي أول واحدة ربنا يا كريم مش لشخص الدكتور نعم محمد مرسي نعم ولكن لرفع راية الله نعم ورفع راية التوحيد نعم وإن شاء الله بإذن الله مصر سيطبق فيها الشريعة الإسلامية نعم رغم أنف الكافرين نعم ورغم أنف المشركين والحاقدين نعم بإذن الله ربنا وتلامي لجميع الأولماء الذين يظهرون على قناة الرحمة أتأل الله أن يرزقكم الفردوس الأعلى أمين مع الأنبياء والصدقين والشهداء أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته طيب معي اتصال أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوريكم財 customer عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل برك الله وفيك برك الله وفيك وإن شاء الله لع Harmonik وعم distinguish وعمر مشتمعين أمين يرب على الطاعة جزاء الله wszystko وانيف أخذك أنا وإياكم والمسلمين والمسلمات في الدنياء أمين يا رب أمين يا رب السؤال الأول أهمل بيان أهمية ووجوب تحكيم القرآن والسنة وأنهما صالحان لكل زمان ومكان على رغم عنف المنافقين السؤال الثاني نصيحة أم التوجيه نصيحة لمن يريدون التحاكم إلى الطاغوت لمن لا يريدون الشريعة تذكيرهم بقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم عملوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالاً بأي السؤال الثالثة أمين أمل شرح قولين قول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها وقول عمر بن الخطاب يضع الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما بتغينا العزة بغيره أذلنا الله السؤال الرابع الله يوفقكم ويوفق مصر ويجعلها عزيزة بالإسلام ويرفق شعبها للإقبال على الله والإستدادة الآخرى السؤال الرابع أنا أعمل حتى الشباب والشعب المصري على تعلم العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك والتحذير من البناء على القبول لأن هذا سبب سعادتهم في الدنيا والآخر فهم أيضا مسؤولون عن أنفسهم وهو لهم طريقة للنجاة بالفوز بالجنة لطريقة إذا استعدوا للآخر هالفوز بالجنة والنجاة منهم نعم يعني بعض الناس يغفل عن نفسه يغفل عن نفسه وهو الذي سيحاسب عن نفسه السؤال الأخير الله يدفنك الجنة والمستمعين أيضا أهمية تدبر قرآن وبذلك الله خير ربنا يبارك فيك الله يكرمك طيب أنا يعني الكلام الأسئلة كثيرة جدا لكن سريعا كده أقول لإخواني وأعود أيضا إلى موضوعي تحكيم القرآن والسنة يدخل في موضوعنا إحنا بنتكلم الكلام ده نتكلم من القرآن والسنة سبحان الله يا إخواني وأخواتي لابد أن نعلنها صراحة إن الحكم إلا لله ما فيهش كلام مش البشر هم الذين يعرضوا عليهم كلام رب البشر إيه رأيك يا جماعة توافقوا على الآية استغفر الله العظيم ينفع الكلام ده توافقوا على الآية دي ولا لا توافقوا على الحكم الرباني أنه يتنفذ على خلق الله أم لا مش ممكن إن الحكم إلا لله والله يقول في كتابه العظيم اسمعوا دي فالحكم لله العلي الكبير ويقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون كل حكم بخلاف حكم لا يبقى جاهلي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لا أحد طبعا لقوم ينقنون كل ما يزيد يقينك ترى الحسن في أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفسقون أنا متكلمش على الجماعة الفلانية ولا الجماعة الفلانية أنا متكلم على قرآن الله هذا يقول الله في القرآن ولا يشرك في حكمه أحدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى وكما ذكرنا أخونا الفاضل ألم ترى إلى الذين يزعمون وكلمة الزعم دي يعني الله ينكر عليهم هذا لأنه ده مجرد زعم بس زي زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن يشوف هنا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني بالقرآن وما أنزل من قبلك أي من الشرائع خطبها لك يريدون أن ي ده مجرد الإرادة يريدون أن يتحكموا إلى الطغوط إيه هو الطغوط كل حكم يخالف حكم ربنا يبقى طغوط ليه؟ لأن العبد تجاوز حدا وطغى إن تحدك أنك عبد وهو رب هو الذي يقول حلال وحرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولذلك قل بلكم يا إخواني من هذه الآيات يريدون أن يتحكموا إلى الطغوط وقد قمروا أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فقضية تطبيق الشريعة لا يماري فيها مسلم يجي يقول لك بقى إيه؟ أصلي فيه أقليات معانا نصرانية لا تب ما فيه أقليات مسلمة في الصين بيتعاملوا إزاي؟ وأقليات مسلمة في أمريكا وأقليات مسلمة في روسيا لا وفيه أعدل من شريعة ربنا إحنا في بلد إسلام في بلد مسلم ومن قال إن شريعة الإسلام ستظلمه غير المسلمين ولا تعطيهم حقوقهم يجي واحد تاني يقول لك إيه؟ أصلي يعني الشريعة فيها يعني القطع والدليلها شروط وضوابط ولو تعرف حسنها ما كلمت بهذا الكلام طب ما فيه ناس معلش يعني أنا هقول لك على حاجة لو واحد سرقك إنتي هتقول امسكوه اقطعوا إيده اعملوا فيه كذا يا جماعة مش كده يا جماعة ما تنظروا لجريمة هذا الرجل ولفعلي هذا الرجل هنقطع نص إدن الشعب ما فيهش أية بتقول اقطعوا إدن نص الشعب إنما انت كده بتتهم الشعب إنه حرامي ولص الأية بتقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبنا كلام من الله وإن الله عزيز حكيم وبعدين يجي واحد يقصر المسألة كلها في الحدود ده الشريعة دي كبيرة أوي فيها عبدات ومعاملات وأداب وأخلاق والحدود والشرائع جزء من شريعة رب العالمين والله تبارك وتعالى يعلم الذي خلق ويعلم الذي يسجرهم ويبعدهم عن المعصية وشريعة ربنا دي تطهير بالطهر العبد من الذنون لكن تعالى النهاردة والله العظيم لو قارننا وأنا اتكلمت الكلام ده أبل كده لو قارننا السجون عملته كل حاجة سجن 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 وانسيب الأسرة بتاعته دي تتشرد ما فيش مشكلة أحكم على واحد خمستاشر سنة سجن وأسرته تتشرد ولا تزر وزرة وزرة أخرى انت بتعاقد مين بالزبط والسجن ده ده بيخرجه دكتوراه في الإجرام ورجل بقى معاه يقولك إيه معاه كل الشهادات في الإجرام وإلا أخبروني إيه هقولكم على حاك هتولي كده السرقة في المصر مثلا السرقة سنة 80 كانت كان وشوفوا أحصائيات السرقة سنة 90 وشوفوا 2000 ولا تبعدوا ليه هاتوا السرقة في سنة 2007 و2008 و2009 عارفين كل جريمة في مصر بيحصلها ايه النسبة بتتزايد بتتزايد ما فيش جريمة واحدة بتقل ولا جريمة لا سرقة ولا اغتصاب ولا مخبرات عارفين ليه لأن الشريعة اللي موجود القانون اللي موجود الوابعي مش زاجر الناس مش هو اللي زاجرهم يا جماعة ما فيش انت نفش شريعة ربنا ييجي الخير انت بتقول ايه اسمع كده ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لما تنعف فز الا الولك ربنا سبحانه وتعالى انت مش بتقرأ في القرآن الكريم وان لو استقاموا على الطريقة اي على منهج الله لأسقيناهم ماءا غدقا وبعدين مالك رحمة الله عليه الامام لما يقول لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها نشوف اول السلف كيف كانوا يتعاملون كيف كانوا يقولون كيف كانوا يعتقدون هم هؤلاء نحن خلف لهم لا بد ان نكون على ضربهم ليه لانهم افهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاين التنزيل عاين التنزيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قوم شوف كلمة عمر يذكرنا اخونا نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلم والله مصدر عزتنا ومصدر قوتنا هو اسلامنا لكن نعمل اسلام لا حقيقة له ايه اسلام في البطاقة لكن عايزين نغيب انا بتعجب من شاب مسلم وفتى مسلمة ولك لا 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 مش عايزين الشريعة لا 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 انت مش عايز قرآن مش عايز ربنا يا عمي سيبك الآن من اخوانين وسلفيين ومش عارف ايه انا سيبك من جمعات انت مش عايز ربنا انت مش عايز القرآن يتنفذ بتقول للقرآن لا تقدر يا مسلم تقول للقرآن لا تقدر يا مسلم تقول لكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ده مصدر عزتنا في اسلامنا ويعني تدبر القرآن الكريم الله أنزل الكتابة لترتيله ولنتحاكم إليه ولكي نتدبره وعيه بقوي ان نكبر في الإسلام وما نقرأش كتاب تفسير واحد نتماعين الآيات ونقرأ في الآيات وعندك كتب زبدة التفسير مثلا ملخص لكتاب الشوكاني تفسير الشوكاني رحمة الله عليه للدكتور سليمان الأشقر كتاب طيب ابدأ اقرأه كتاب يسير المهمة تقرأ لكن النهاردة كلنا حفظين تبت يا دائبي لهبن وتب ما أغنى عنه ما له وفي قوله في جي ديا حبله من مسد ومش عارفين يعني ايه جي ديا في مسلمين مش عارفين جي ديا يعني ان هي العنق ومن شر غاسق اذا وقب ومش عارف غاسق اذا وقب وبعدين الأخ بيتكلم على العلم الشرعي لا شك أن العلم هو النور الذي تعرف به المنهج الذي يرضي الله وإياكم والشرك لا تواف حوالين القبور ولا نذر لغير الله ولا ذبح لغير الله نفرد العبادة لله وحده ولذلك أهم ما تتعلمه العقيد التوحيد معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكا أخي الله يكرمك ربنا يكرمك ربنا خليك زكا شخي عليك أقسم بالله أن أحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه ربنا خليك الله يكرمك طبعا الأول بدأ منه مساد المشاهدين الدعاء لقاب الشيخ وقاب السحق أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه ومن كل سوء ومن كل مكروه وجميع مرضى المسلمين شيخ علاء ياريت حضرتك توجه رسالة للمسلمين جميعا أن يفوقوا احنا في غفلة والله العظيم والله العظيم قناة الفراعين بتضل للناس أكسم بالله أكسم بالله النفس يعني أنا بحير أكسم بالله بشوف الناس كده بحسن والله قنوات كثيرة تضلل هدانا الله وإياه عايزين نفوقوا ونحطوا ايدينا في ايدان بعض لأن بجد بجد الفترة اللي احنا فيها من عاجة خذوا بالكم من حاجة أن من منهج أهل السنة ألا ينزلوا حديثا بعينه على واقع بعينه خذتوا بالكم لأن ممكن تكون هي بداية الواقع بداية السنوات الخدعات اللي هيصدق فيها الكاذب ويكذبوا فيها الصادق ويؤتمنوا فيها الخائن ويخونوا فيها الأمين وينطقوا فيها الروايبضة إنما بنأتي بمثل هذه الحديث استئناسا لما في الواقع لكن برش نجزم دي يعني كذا خذتوا لكم هذا من منهج أهل السنة في هذه الأحاديث معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحمي من صندوق قريش وماتت خديجة التي كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وتشده من أزره وتقوي عزمة وسمي حتى هذا العام بعمل حزن على قلب سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عارفين ليه ينزل سورة يوسف كاملة ليقول عشان يرفع من معنوية الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هي مرفوعة يرفعها أكثر وأكثر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام شوف يوسف شوف يوسف فقد أباه وتكالب عليه إخوانه وألقوه في غيابة الجب وبيع رقيقا وراودته امرأة العزيز وسجن وفي النهاية كانت العاقبة والتمكين ليوسف عليه السلام فربنا ينزل السورة ليه ليتأثر رسوله عليه الصلاة والسلام بالأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده وينزل الله تبارك وتعالى قصة موسى على النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع لدرجة النبي كان بيتسلى بها فكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأذى يقول كما في صحيح مسلم يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر شوف ربنا بيرفع معنوية النبي طبعا أنا أقول لكم على حاج رحلة الإسراء والمعراك تحدث للرسول في عام الحزن صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يرفع من معنوية الرسول وزي ما قال بعض المشايخ إن كان أهل مكة قد طردوك وأهل الطائف قد خذلوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك ويرجع النبي بمعنوية مرفوع منصور منصور ما فعش كلام ولذلك شوفوا كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام بيقين لما كان الصحابة كانت لما تيجي تنزل مكان ينطقوا أفضل مكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ينام صلى الله عليه وسلم تحته فمر النبي نام تحت شجرة وعلق سيفها شوفوا القصة أنت عارفينها ويأتي مشرك صحابة لايمة يمسك سيف وأعراض أن ينزل على صدر الرسول صلى الله عليه وسلم فأيقظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ النبي الرجل يقول له من يمنعك مني؟ النبي يقول له كلمة واحدة شوفوا الثقة الله الله في يده كل شيء شلت يد الرجل ويأفت 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 مسكوا النبي عليه السلام قال له من يمنعك أنت مني؟ قال كون خيره آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يكرمك ربنا يبارك فيك اتفضل بخصوص المجامة الديموقراطية يعني بعض الناس لجئت إليه بتحكيمه طبعا أنفات الدعوة الثلاثية بإعدام التحاكم إلا بشارع الله عز وجل طب الحين النظام الديموقراطي يطرد علينا أحكام غير شرعية وبالكيف أنا ألقى لكي أدوء الاختراع عشان أرشح إنسان ممكن أكده إذا حاكم بدعوة إني أرغب في تحكيم شرع الله طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزاك الله خير يا شيخ علي وإياك الله يكرم ويولى يا رب علينا من يصلح أمين يا رب والله يا شيخ أنا جد يعيز أكلمك لإني متضايقة بجد الإعلام يا شيخ الإعلام الهابط عمل يشن حرب يا شيخ على الإخوان أنا أولا ثلاثية مش إخوانية بس طبعا دول على منهجي وإخواتي وأنا بحبهم ربنا يا شيخ يا شيخ حرب شرسة جداً أنا بشوفها دلوقتي أحد القناة الإسلامية جايبين في الجهاد لواحد يا شيخ لازم أقول اسمه لأننا إحنا ليه ما بنقولش اسمه إحنا كمان يعني مثلاً زي توفيق وكاشا أي شيخ مثلاً نقول له يقول ما تقولش الاسم مش معنى هو بيجيب سيرتنا ويجيب سيرقه يا أطهار بيجيب سيرة الأطهار أفضل خصار يجيب سيرقه على لسانه وبيجيب سيرة الإخوان وإحنا ليه ما بتجيبش سيرته يا شيخ لازم يا شيخ نرد الشبهات بس الناس هو بقى جروتي ليه يعني كلمة على الناس الناس دلوقتي حتى المثقفة بقابلها تقول لي أستاذ توفيق إوعية تتكلم عليك كأني باتكلم على صحابي يعني بالله عليك يا شيخ ريحني لأن أنا بجد متضايقة بالله عليك أنا حاسة أن بيعمل ده كله عشان طبعاً الفلول ياخدوها والآخر إحنا صدقني هنندم هنقول الناس لأ ده فيه ناس قابل تحب الإسلام وعلى فطرة الإسلام بس صدقني فيه ناس بتقتنع به لازم نلحق الفرصة قبل ما تضايق مننا وفعلاً يا شيخ يعني حسب يا الله نعمل وكل فيه وبالله عليك اتكلموا عليه يا شيخ كده وقولوا للناس فهموا الناس قولوا ما تسمعهوش لازم يا شيخ توضحوا وبالله عليك يا شيخ وقزاك الله خير يا شيخ وأسفى على الإطلاق الله يكرمك وبرك الله فيكم ونحن تكلمنا عن كلام كثير على الإعلام المضلل المفتري الملبس في الأحداث وينبغي للناس أن تحضر من ذلك معي اتصالوا آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أكمل فأقول أخونا الذي كان يتكلم على النظام الديمقراطي على فكرة ما زلنا نقول أنا واحد من الناس النظام الديمقراطي بما فيه كفر أنا بقولها لك هو على الشاشة حكم الشعب للشعب لصالح الشعب كفر ما ينفعش إنما أنا بعتقد إن الحكم إلا لله نعم في بعض أمور ممكن تضبط ما يقواعد مرور بعض أمور إدارية بعض أمور مدنية أو نحو ذلك لا حرج في ذلك لكن في أحكام قطعية ربانية ينبغي ألا تخالف وحينما يضع البشر مثل هذه القوانين لا حرج لا حرج في أن يضبطوها لإن بتبقى في الشريعة قواعد عامة وهم يحطوا قواعد للمرور هيحطوا أمور إدارية هيحطوا بعض أشياء بوابط ونحو ذلك لا تخالف الشريعة هذه التي ليست فيها شيء وليس معناها إلغاء العقول ولعزو بالله هل هناك أعلم من الله إنما إعمال العقول في نصوص القرآن إعمال العقول في نصوص السنة مش بقول لك اركن عقلك بقول لك ما تخليش عقلك ينطح ويرد الكتابة ولا السنة فرق بين شورى الدموقراطية وبين شورى الإسلام شورى الدموقراطية معناها إن يعرض الكلام على كل الناس المتخصص وغير المتخصص والشورى في أي مسألة من المسائل ولو كانت مسألة قطعية لكن الشورى في الإسلام في غير المسائل القطعية في مسائل ليس فيها نص قاطع وإن الشورى في الإسلام بيعرض هذا الكلام على أهل العلم وأهل التخصص إن كنا في الزراعة يبقى أهل الزراعة وأهل العلم الشرعي إن كنا في مسألة طبية يبقى أهل التخصص في الطب مع العلم الشرعي الشورى في الإسلام والشورى في الدموقراطية بينهم فروق الحرية في الدموقراطية اللي هي الإباحية التي يعنونها غير الحرية اللي موجودة في الإسلام حرية منضبطة فهناك فروق بين النظام الإسلامي وبين النظام الدموقراطي ونحن نؤمن بهذا ونعتقد ذلك وإخواننا حينما يدخلون إلى مثل هذه المجالس وسيكون لهم صوت كما سمعنا في الخطاب والقسم اللي كانوا بيقولوه فيما لا يخالف شرع الله حتى وإن قال من قال تحذف هذه من المضبطة أسمعوا الناس شرع الله وحينما يتكلمون لا يقولون للناس أيها الناس إنما نريد تطبيق الشريعة أو ننفذ الحكم الشرعي الفلاني ما رأيكم نعرض عليكم تختروه ولا ما تختروهوش لا اللي يعرض حكم من أحكم ربنا في مجلس الشعب ينبغي أن يقول للناس إن كان الحكم قطعيا هذا حكم الله وأنا ببلغكم جميعا إن ده حكم ربنا وحكم ربنا لا خيرة فيه للناس ولا للشعب يقول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لكن إمت هيخدوا في النظام الديمقراطي وقول لك غلطوا بقى لو هم عرضوا الأحكام على إنها تخيرية إيه رأيكم نوافق ولا ما نوافقش ونشوف الناس هتقول إيه لما يعرضوها يعرضوها إن ده حكم ملزم من حكم ربي من أحكام الله إن كنت أنت مقتنعا بهذا الرأي الذي رأيه بعض أهل العلم بها ونعمة أنت مقتنع بالبعد وإغلاق هذا الباب مطلقا فأقول لك رويدا على إخوانك وأنا لا أجبرك على أن تأخذ بالقول الآخر ومش كلامي ده فقط هو الكل الأذلة لا في كلمات أخرى وفي أذلة أخرى وأظن أننا تكلمنا على أغلبها هنا على الشاشة في أكثر من حلقة في برنامج اسم ردود وشبهات إن أردت أن تسمعها وهي على موقع قناة الرحمة وهي على موقع قناة الرحمة إخواني الذي أريد من حلقتي هذه أن نرفع المعنويات وأن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة وأتذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا حينما دخل ملك الكرغ على غازان الذي كان في الشام ويحكم المسلمين آنذاك وطلب منه أن يسلمه رقاب المسلمين وعلم ابن تيمية بالخبر وبدأ يتكلم على حرمة دماء المسلمين ولابد أن نقف ضد التطر وأخذ بعض القضاء وبعض الشيوخ وانطلق إلى غازان دخل الرسول غازان عليه من بالخارج قال له أعيان الناس يريدونك ابن تيمية أول ما دخله نصح غازان ووعز غازان وإياك أن تسلم رقاب المسلمين وحضره وأخبره أنه لا بد أن يجاهد وأن يقف ضد التطر وكان الناس يخافون من التطر وفجأة بدأت الناس تخرج وخيفة بأحداث طويلة يعني بدأت تخرج من الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد يقول للناس ما تخرجوش ما تسيبوش البلد وابقوا في البلد وبدأ يشجع الأمراء ويشجع بعض الناس لدرجة مجموعة من الناس اقتنعت اقتنعت بالكلام من الشيوخ والقضاء وحلفوا في المسجد إن هم مش هيسيبوا البلد ويقفوا ضد التطر سبحان الله ورح لغازان مرة تانية ورح لبعض الأمراء قالوا له انزل إلى أمير مصر أخبره عشان يتعاون معنا ضد التطر ابن تيمية رح سيب الشام ورح نازل على مصر أول ما نزل على مصر عارفين حصل إيه معلش يعني حاجة كده في النصر عارفين حصل إيه أول ما نزل على مصر بدأت الإشعات والأراجيف إيه الحق مش ابن تيمية ده أحمد عبد الحليم ده اللي كان بيقول لكم في المسجد ما تسيبوش البلد ووقفوا ضد التطر آه هو أول واحد هيرك خات من التطر ومش وهو كان نازل مصر عشان يقول للأمير مصر شوفوا الإشعات والأراجيف كانت موجودة زي وتتقال على أهل العلم وشجحهم في مصر وبدأوا يتحدوا وكان يقسم لهم بالله أنهم سينصرون يقول له يقول إن شاء الله يقول تحقيقا لا تعليقا ذلك ومن عاقب بمثل ما عنقب به ثم بغي عليه لينصر النغ الله ويقرأ لهم الآية ووجهه في رمضان وقال لهم افطره النبي عليه الصلاة والسلام افطر الصحابة في فتح مكة في رمضان فذلك أقوى لكم وفطره كانت معركة كبيرة وانتصروا أول واحد يهنأ بالنصر مين ابن تيمين عملوا يا أخواني ناس عملت كانت تطرد رعب الناس اترعبت وخافت وفي ناس سابت بيوتها ومشيت وهجرت وطركت الشام لما عرفوا أن التطر جايين لكن وقف أهل العلم ووقف المخلصون وانتصروا فلا تتخلوا عن دينكم لا تتخلوا عن إسلامكم لا تتخلوا عن مبادئكم لكن مش معنى هذا الكلام أنا بارتاح وبريح النفس لا بريحك عشان تعمل اعمل واكتهد لابد أن نغرس ووعى تراها سوداء من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب يعني بحبل فليمدد بسبب إلى السماء يحط حبل في السائف ثم لينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغز يشنق نفسه ويشوف الكلام ده هيضيع غزو ولا لا يعني بعيد قوي 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 إن ربنا سبحانه وتعالى ما ينصرش الإسلام مش ممكن مستحيل الإسلام منصور وأهله منصورون الإسلام ممكن وأهله ممكنون الحق ممكن وأهل الحق سيمكن لهم لكن ينبغي علينا أن نعمل ينبغي علينا أن نكتهد وقل اعمل وقل اعمل فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأحاديث والبشرات كثيرة قط يالله عمله انت اشتغل بقى وانت اشتغل الكل يشتغل لا ما ناخدش الكلمتين وخلاص الكل يعمل اللي يقدر يعمل يعمل واشتغل تنسوش الدعاء والتضرق إلى الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر المسلمين نصرا مؤذرا اللهم نصرهم نصرا مؤذرا اللهم عجل بنصرك اللهم عجل بنصرك اللهم عجل بنصرك اللهم واحد صف المسلمين اللهم واحد صف المسلمين اللهم منزع البغضاء والحقد من صدورهم اللهم واحد صفهم على ما يرضيك اللهم واحد صفهم على ما يرضيك اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن اللهم رد أمة القرآن إلى تحكيم القرآن يا رب العالمين اللهم اهدينا إلى ما يرضيك اللهم اهدينا إلى ما يرضيك ووفقنا للمنهج الذي يرضيك وللعمل الذي يرضيك يا رب العالمين واشفي الشيخ أبا إسحاق اللهم اشفي شيخنا أبا إسحاق اللهم اشفيه شفاء عاجلة وجميع مرضى المسلمين اشفيهم شفاء عاجلا واجعل هذا المرض رفعة لدرجاتهم وحتى لخطياتهم واشفي الشيخ أشرف عامر يا رب العالمين اللهم اشفيه شفاء عاجلة واشفيه وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما واحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا انصر إخواننا المستضعفين في سوريا ارمي برمي المجاهدين عليك ببشار وأعواني انتقم منهم يا رب وقل لإخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجعلنا ممن يحررون الأقصى اللهم قل لإخواننا المستضعفين في العراق وفي الصومان وفي السودان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة